من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم وقد توافد الحجج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق ولكن قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا فالتعارف للتفاخر والتعاون للتخاذل والرحمة للغلظة وتنكيس كل رايات العصبية فالميزان عند الله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته وهذا أعظم من يرجوه الحجيج فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن